سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم تحدث معك أثناء النوم حين تحلم بأنك تسقط من المؤكد أن شيئا مثل هذا قد حدث معك من قبل أثناء خلودك للسرير واستعدادك للنوم وفي اللحظة التي تغلق فيها عينيك وتوشك على النوم تستيقظ مذعورا وكأنك سقطت من فوق جرف وهذا ما يسمى الرجفة العرقية وهي تقلصة عضلية لا إرادية تحدث عادة في المرحلة الأولى من النوم هناك العديد من النظريات بخصوص هذه الظاهرة تقول إحداها إن جزئين من دماغنا يقاتلان من أجل السيطرة على جسدنا إذ في اللحظة التي يكون فيها أحدهما على استعداد للراحة فإن الآخر يحاول إبقاءنا مستيقظين ويرسل نبضات كهربائية صغيرة إلى أجسامنا بالنسبة للوظيفة الأخيرة فهي ذات تأثير أكثر تطورا يكفينا أنها سمحت لأجدادنا بالاستمرار من خلال مساعدتهم على الثبات أثناء محاولة النوم خصوصا وأنت تعلم بأنهم كانوا يتخذون من الأشجار أسرة لهم بغض النظر عن سبب هذه الظاهرة ندعوك لعدم القلق لأن هذا لن يعرضك للأذى مع العلم أن هذا الإحساس يحدث مع سبعة أشخاص من أصل عشرة الاستيقاظ داخل حلم آخر بالرغم من أن هذه الحالة تبدو كجزء من فيلم للخيال العلمي إلا أن العديد من الأشخاص يدعون أنهم استيقظوا من حلم ولكنهم وجدوا أنفسهم مستمرين في حلم آخر بعبارة أخرى عندما تريد إنهاء حلمك والاستيقاظ من النوم ستجد أنك ما زلت في خضم حلم آخر هذا ما يسمى بالحلم المتكرر وهو أمر شائع أكثر مما تعتقد لكن معظم الأشخاص لا يتذكرونه الشيء المثير للاهتمام حول الأحلام المتكررة هو أنه من الممكن أن تستيقظ منها عدة مرات لتجد نفسك ما زلت في حلم آخر وهو ما يدخلك في حالة من التشويش التي تصبح غير مريحة في بعض الأحيان وتصبح هذه الحالة أشبه ما تكون بحلقة لا تنتهي أبدا ولكن لا داعي للقلق إذا كنت تعتقد أنك في حلم متكرر فما عليك سوى البحث عن مصدر الخلل في حلمك علما أن دماغك سيحاول خداعك لكن أجمل ما في الأمر هو أنك ستستيقظ عاجلا أم آجلا المشي أثناء النوم يعتبر المشي أثناء النوم من أكثر اضطرابات النوم شعبية حيث إنما يقارب 20% من سكان الأرض يعانون من هذا المشكل رغم أن أسبابه ما زالت مبهمة إلا أن الباحثين يعتقدون أنه مرتبط بعدة عوامل كالتوتر أو استعمال الأدوية خصوصا لدى البالغين أغلب الحالات التي تعاني من هذا النوع من الاضطراب هم من الأطفال ولسوء الحظ فهذه المعلومة ليست كذبة في معظم الأحيان يجلس هؤلاء الأشخاص في فراشهم وهم نيام وينظرون من حولهم وتعتبر هذه الحالة الأقل خطرا لأن هناك مواقف أخرى قد تود بحيات هؤلاء الأشخاص لهذا السبب من المهم معرفة كيفية التصرف في مثل هذه الحالات وتبقى أفضل الطرق لمساعدة الشخص الذي يمشي أثناء النوم هي إعادته إلى سريره وإيقاظه عند الضرورة مع العلم وبالتأكيد لن يتذكر أنه كان يمشي نائما بالرغم من أن هذه الفكرة تبدو صعبة التصديق إلا أن النوم في بعض الأحيان يكون أفضل طريقة لحل المشكلات التي تواجهنا في حياتنا اليومية في الماضي كان يعتقد أنه بمجرد أن ننام ينام دماغنا بالكامل ولكن مع مرور الوقت ثابت عكس ذلك لأنه حتى أثناء هذه الحالة فدماغنا لا يدخر جهدا للبحث عن حلول مبتكرة للمهام الصعبة وهذا يمكن ويحدث إراديا أو لا إراديا وهذا يعني أن بعض الأشخاص قد يحصلون خلال نومهم على حلول وإجابات نادرة مثل الكيميائي ديمتري مندليف الذي تمكن من رؤية الجدول الدوري للعناصر الكيميائية في الحلم ومن ناحية أخرى فإن الفيزيائي ألبرت آنشتاين كان معتدا على أخذ قيلولة بعض ظهيرة ليستغلها في حل المسائل المعقدة والآن أصبحت تعرف مصدر المثل الذي يقول استشر مع وسادتك السفر النجمي إنها تجربة خيالية ورائعة تمنح الجسم حالة من الراحة والسكينة المواقة بعبارة أخرى هناك من يقول بأن الروح تخرج من الجسم أثناء النوم وتسافر إلى أجزاء أخرى من العالم وقد تسافر إلى الماضي أيضا أعلم أن هذا يبدو مجنونا إلا أن العلم يعترف به رغم عدم وصوله حتى الآن إلى أسباب واضحة بخصوص حدوثه أنا شخصيا أجد هذا رائعا جدا أخبرني إن سبق ومررت بتجربة كهذه أو إن كنت ترغب في اختبار ذلك سأقرأ إجابتك في التعليقات شالل النوم شالل النوم هو واحد من أكثر الأشياء رعبا التي يمكن لشخص اختبارها أثناء النوم يمكن تشبيه هذه الحالة بشخص يضغط على جسدك ويمنعك من التحرك أو الكلام قديما كان يعتقد بأن هذه الحالات مرتبطة بالأرواح الشريرة لأن الكثير منها يكون مصحوبا بالهلوسة لكن اليوم لدينا إجابة محددة لحالة شالل النوم هاته لقد تبين من خلال عدة الدراسات أن الشخص يكون مستيقظا بالفعل ولكن جزءا من عقله لا يزال نائما وهو ما يسبب له شللا في العضلات والحنجرة ويؤدي بالتالي إلى عجز في الحركة والكلام إذا صادف أو حدث معك شيء من هذا القبيل فكل ما عليك فعله هو البقاء هادئا لأن الأمر لا يستغرق أكثر من ثلاث دقائق يزعم العديد من الأشخاص أنهم يرون أحلاما غير عادية شاهدوا خلالها صورا لأحداث غريبة لم تحدث بعد وهذا أمر غير عادي تماما لأن هذه الأحلام تتحقق بالفعل قد تعتقد بأنها مجرد خرافة ولكن هناك سجلات للأحلام غير المسبوقة والتي تم توثيقها منذ عدة سنوات ويبقى حلم جيك هونور من الحالات الأكثر غرابة حيث قرر الرجل الأعمال المذكور عدم السفر على متن باخرة التايتانيك لأنه قبل أيام قليلة راوده حلم بأن السفينة كانت تغرق وكلنا نعلم بالطبع ما حدث بعدها سواء كان هذا الأمر حقيقيا أم لا فهناك العديد من الحالات المشابهة ولو أنها أقل حدة إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم